الذين على المنهج الطوسي أئمتنا حدثونا عنهم أقرأ عليكم من الهداية الكبرى للحسين بن حمدان وهذه الطبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان بتحقيق الشيخ مصطفى صبحي الخضر هذه الطبعة تشتمل على هذه الرواية ربما هناك طبعات أخرى لا توجد فيها هذه الرواية ذكرت لكم مواصفات هذه الطبعة في الصفحة الرابعة والسبعين بعد الخمسمائة تحت عنوان قتلة الحسين الحديث الثاني الرواية عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر أذهب إلى موطن الحاجة إمامنا الصادق وقد شرحتها وتحدثت عنها في حلقة خاصة بهذا الموضوع المفضل بن عمر ينقل عن الإمام الصادق صلوات الله عليه من أن قتلت الحسين في آخر الزمان وآخر الزمان بحسب ثقافة العترة الطاهرة بدأ مع ولادة صاحب الأمر لأن الأحاديث أخبرتنا من أنه يولد في آخر الزمان إمامنا الصادق يتحدث عن قتلة الحسين في آخر الزمان ما هي أوصافهم؟ فيزورون قبره ويتشافون بتربته وهم قتلة الأنبياء في كل زمان يزورون قبره ويتشافون بتربته ذول اللي يدقون لطم تحت صور السستاني الشيرازي وأمثال هؤلاء الذين يعتقدون أن السستاني نائب صاحب الزمان وأن الشيرازي نائب صاحب الزمان والبقية هؤلاء يدينون ببرنامج مخالف لبرنامج صاحب الزمان ولذا محمد بن سنان يسأل الإمام الرضا عن الموضوع نفسه فمن هؤلاء؟ من هؤلاء؟ الذين يقول عنهم إمامنا الصادق من أنهم قتلة الحسين في آخر الزمان يزورون قبره ويتشافون بتربته وهم قتلة الأنبياء في كل زمان الإمام الرضا هكذا يقول المنتحلة لولايتنا هم ينتحلون ولايتنا يعتقدون بها ينتحل الأمر يدين به يعتقد به المنتحلة لولايتنا الذين يعتقدون بولايتنا وليسوا منا لكنهم ليسوا منا هم يحبوننا ويعتقدون بنا لكن ليس على برنامجنا إبليس لم ينكر وجود الله ولم ينكر أن العبادة لله وأراد السجود لله لكن الله طرده لأن الله أراد من إبليس أن يسجد لآدم الذين يحدثوننا عن التوحيد بعيدا عن محمد وآل محمد هؤلاء أبناء إبليس الله أراد الدين وأراد العبادة أن تكون في فناء محمد وآل محمد وليس في فناء محمد بن عبد الوهاب مثلا بحسب تعاليمه أو في فناء ابن تيمية أو ابن القيم الجوزية أو فلان أو فلان أو في فناء ابن عربي أو في فناء صدر الدين الشيرازي صاحب الأسفار الذي قرأت ما قرأت عليكم من كتابه في أوائل هذه الحلقات أو في فناء المراجع الطوسيين المنتحلة لولايتنا وليس منا ليس على برنامج الحجة بن الحسن الذي هو قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم على هذا بايعنا في الغدير الأولي وفي الغدير الثاني وأتحدى أي شيعي أن يقول من أن الكلام هذا ليس صحيحا من أننا بايعنا على قذارات حوزة النجف مثلا أتحدى نفس الطوسيين أن يقولوا هذا بيحة الغدير الأولي وبيعة الغدير الثاني مضمونها هو هذا أن نتمسك بقرآنهم المفسر بتفسيرهم وهذا هو حديث الثقلين وأن نتمسك بحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم أتحدى أي شيعيين أن يخالفني في هذا لكنهم بنحو عملي يعبدون مراجع النجف الذين ينقضون هذه الحقيقة في كل حرف من حروف رسائلهم العملية وفي كل حرف من حروف دروسهم الحوزوية وفي كل نفس من أنفاسهم المرجعية هذا هو واقع حوزة النجف واقع ناقض ومنافر لبيعة الغدير فأتباعهم هؤلاء قتلت الحسين في آخر الزمان الصادق يقول فيزورون قبره ويتشافون بتربته والرضا يقول المنتحلة لولايتنا وليسوا منا فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين من هم اللاعنون؟ اللاعنون في القرآن الكريم محمد وآل محمد أنا لعنة لا قيمة له لكن محمد صلى الله عليه وآله حين يلعن أحدا فتلك النهاية التي لا تماثلها نهاية صاحب الزمان إذا ما لعن أحدا فتلك النهاية التي لا تماثلها نهاية أنا حين ألعن أحدا أو أنتم حينما تلعنون أحدا ما قيمة لعنتنا لا قيمة لها كلام في كلام هذا كلام إمامنا الرضا المنتحلة لولايتنا المعتقدون بها وليسوا منا ما هم على البرنامج فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين إنهم يزورون قبر الحسين لا يزورون الحسين من بعيد يزورون قبره قبره يطفون حول القبر فيزورون قبره ويتشافون بتربته وأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين واللاعنون في القرآن بحسب تفسيرهم لقرآنهم محمد وآل محمد هؤلاء هم الصادقون اللاعنون الراسخون صيغة جمع المذكر السالم على طول القرآن إنها فيهم بحسب تأويلهم لقرآنهم فهم الراسخون في العلم الذين يعرفون تأويل قرآنهم بحسب تأويلهم بحسب تأويلهم بحسب تأويلهم